هنتر بايدن نجل الرئيس الامريكي تحت مطرقة العدالة وشهادات ضده تتوالى اخرهم صديقته السابقة زوي كستان غادرت المحكمة بعد الادلاء بشهادتها زوي تحدثت كيف كان يقضي هنتر اياما في الفنادق منتشيا ووصفت علاقته بتجار المخدرات بالمخيفة وكيف كان يبحث عن تعليمات على الانترنت لطهي مسحوق الكوكاين الشاهد الثاني في القضية طليقة هنتر كاثلين بيوهول تحدثت بشهادتها كيف اكتشفت لاول مرة انه يطعط المخدرات اما الشاهد الثالث فهو تاجر السلاح جوردين كليفلند حيث يحاول المدعون اثبات ان نجر الرئيس الامريكي كذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018 حين هنف هنتر ادمانه على المخدرات وفي حال اذين ابن الرئيس بتقوير سهمة حيازته سلاحا ناريا بطريقة غير قانونية خاصة انه اعترف سابقا بطاعته الكوكاين قد يحكم عليه بالسجن لمدة اقصاها خمسة وعشرون عاما